السلام عليكم معكم دكتور طلال نقار هاحكي اليوم عن تدبير مرضى الـ ERDS على جهاز التهوية الآلية مش بالضرورة عن تدبير الـ COVID-19 عن مرضى الكورونا هنحكي عن تدبير الـ ERDS بشكل عام بالقناة تبعي إذا تستاردوا الفيديوهات السابقة راح تلاقوا على الأقل في 5 أو 6 محاضرات بتناول موضوع التهوية الآلية عن مرضى الـ ERDS بهالمحاضرة راح حاول إجمع معظم اللي حكيناها سابقاً بمحاضرة واحدة بحيث إنه لو في شخص ما عنده وقت كاف يستمع إلى 5 أو 6 محاضرات ممكن بمحاضرة واحدة يلم بمعظم جوانب الموضوع وبعدين يرجع للمحاضرات التفصيلية إذا كان مهتم بالتفاصيل أكتر بداية السؤال المطروح بقوة هذه الأيام هل يسبب الـ COVID-19؟ الكورونا؟ هل يسبب أذية ERDS وصفية؟ وبالتالي جميع ما تعلمناه أو ما طبقناه أو ما وصلنا إليه من خلال التجارب السرية عن مرضى ERDS بالسنوات الثلاثين السابقة على الأقل ينطبق على مرضى ERDS أم لا ينطبق؟ هذا هو السؤال اللي في عليه كثير خلاف هذه الأيام أنا رح أفترض بهذه المحاضرة أنه نحن عم نتعامل مع ERDS وصفية تيبيكاً وإن كان هذا الحاكم مدقيق وبالتالي حاول اللخص معظم جوانب تطبيق ERDS على جهاز التنفس الصناعي وحتكون في محاضرة لاحقة حاول فيها أضيء شوي على موضوع خصوصيات التهوي عن مرضى الكوفيد إذا بدنا نطلع شوي عن البروتوكول لو بترجعوا لموقع منظمة الصحة العالمية في هذا الـ Guidance اللي هو الدليل الإرشادي لتدبير مرضى الكوفيد 19 بتناول معظم الجوانب المتعلقة بالمرض الإصابة التنفسية اللي هي موضوع محاضرتنا إصابة الكلية، إصابة العصبية هذا الدليل منشور على موقع منظمة الصحة بتاريخ 13 مارش أذار 2020 عم يتعاملوا فيه اللي بيقرأ الدليل اللي بيتعاملوا فيه على مرضى مع مرضى الكوفيد على أنه مرضى ERDS وصفي وبالتالي جميع ما تعلمنا عن ERDS سابقا عم يحاولوا يطبقوا أو ينصحوا فيه لمرضى الكوفيد 19 نفس الكلام عن طبعا اللي بياب يعرفها يبحث عن تبعا السيبسيس اللي آخر نسخة كان منشورة بالالفين وستعاش تتناول موضوع السيبتيك شوك عموما عملوا من جديد أو نزلوا بشكل سريع توصيات أو مراجعة على توصيات الخاصة بالكوفيد 19 منها الجزء اللي حنحكي عنه هو جزء التنفس الصناعي عم يتعاملوا كمان معه على أساس أنه ERDS وصفي رغم أنه فيه دراسات صغيرة عم تحكي عن شغلات خاصة بالكوفيد بس اللي بيقرأ القاين لاين هذي هاي الورقة بيلاحظ أنه معظم كلام هون عم يعتبروا أنه هذا ERDS وصفي وبالتالي معظم التوصيات السابقة بمرضى ERDS عم تبقوها على مرضى الكوفيد 19 أحد المواقع المهمة واللي دوما أبديتد وموثوقة أنصح جميع الزملاء بالعودة إلو COVIDProtocols.org هذا المشفى تابع لجامعة أو مشفى Brigham and Women's Hospital هذا المشفى تابع لهارفرد وهو بعد Mass Associates General Hospital يعني المشفى التاني بالنسبة لهارفرد فمشفى مرموق والشي اللي بيصدر عنه evidence based فأظن وما نم ملتزمين صراحة لما رجعت البروتوكول تبعهم أو التفاصيل تبعهم مو ملتزمين أنه هذا الكوفيد هو ERDS وصفي عم يحاولوا يعطوا مجال أنه ممكن يكون فيه شغلات غير نموذجية بهذا المرض وبالتالي عم يفسحوا المجال لتغيير القايدلين وهينين عبارة عن ويب سايت وبالتالي ما هينين نسخة وحدة فيه تحديثات مستمرة بدايةً ربما هذا السلايد ملو على المنفسة عموماً بتدبير المنفسة أو ربما لازم نحكي فيك بالمحاضرة الجاية بس عم حاولي أكد عليه موضوع الوقاية الشخصية الطاقم الطبي مهم جداً في هذه الأزمات في أزمة كورونا وبالتالي الحفاظ على حياة الأطباء والتمريض والمعالجين التنفسيين هو أولوية قبل الحفاظ على حياة المريض لأنه لو نخسر طبيب أو ممرض أو معالج تنفسي بهذا المرض فمنخسر حياة عشرة عشر مرضاء كان قادر يعالجهن لو أنه ما مريض أو ما توفى لأسلام الله عم نسمع كتير وفيات للأطباء وبالتالي لا بد من أخذ إجراءات الاحتياطات القصوى الـ Airborne Precautions يعني أنا بدي أعتبر أني عام أتعامل مع مفرزات مباشرة هو أقرب شخص ممكن يتعامل مع المفرزات هو الطبيب العناية أو ممرض العناية لما يعمل سهب مفرزات مثلاً للمعالج التنفسي لابد من إتخاذ الإجراءات القصوى عند التعاون مع هدول المرضى بداية لازم نحكي بسلايد سريع عن العلاج بالأكسجين في محاضرة قدمتها عن تفاصيل العلاج بالأكسجين ربما محاضرة مبسطة بداية للمريض ما هيحتاج تنفس الصناعي مباشرة عادة عم يصير معهم قصور تنفسي بحاجة التنفس عم يحتاجه خلال 48 ساعة ومعالج المرضى شفناهن هيك بعضهم طبعاً من جيتوا على قسم الطوارئ يحتاج التنبيب بس جزء منيح منهم أعدو الجناح لمدة 48 ساعة 72 ساعة أبما يصير بده تنفس الصناعي العلاج بالأكسجين عموماً عم يكون ممكن بالنيزركانيولا اللي هو أبسط طرق العلاج حتى 5 لتر أو 6 لتر بالدقيقة simple face mask اللي هو البسيط non-rebreather اللي هو تبع المحفظة ممكن يعطيني الأخير إشباع أو إفاعدته حتى 100% 90% 100% ما بستعمل 12 ل 15 لتر اللي حابة بيرجع للتفاصيل هاي ممكن يرجع لمحاضرة رقم واحد بهاي السلسلة طبعاً في مرضى تارجت تبعي لازم أعرف شو تارجت تبعي لما أمقدم العلاج لازم يكون تارجت الإشباع النبضي أكتر من 94% بعض المرضى بيحتاجوا للمقادير أعلى من الأكسجين لما يكون في عندهم شنط كبير وبالتالي مهما أقدمت أكسجين من خارج ما حايمشي الحال فلازم أني أنا أدخل وأعمل تنبيب لما أنا أقدم بعمل تنبيب بحط أمبوب التنفس بقدر أقدم مقادير الأكسجين البدي إياها بشكل مضبوط بوقت بيصير المريض على الجهاز التنفس أنا بقبل إشباع 90% 92% وربما أعلى بشوي السبب مهو الإصابة بحد ذاته وإنما هي توصيات حتى نقلل الاحتكاك مع المريض فلما بحط إشباع مثلاً برفع الأكسجين لوصل لإشباع 94% ما بيصير عندي فرصة أنه ينزل إشباع المريض وبالتالي بدخل مرة ثانية لتقليل التعرض للمريض مرة ثانية بدايةً شوي نحكي عن ممكن نستخدمها عند حالات من مرضى القصور التنفسي الحاد طبعاً هذه دخلت على الـ أظن للكبار عم أحكي أنا بالـ 2014 أو 2012 قبل ما كنا نسمع فيها صراحة أو ما نجربها على الأقل ربما بالأماكن اللي اشتغل فيها هي جائلة إلنا من عالم الخدج أو عالم الأطفال بيستخدموها كثير عندهم جربوها عند الكبار وأثبتت فعاليتها وربما تفوقها على البايباب بحالات القصور التنفسي النقص الأكسجية وحتى فرط الكاربامية مدى تطبيقه عند مرضى كورونا هل وارد؟ نعم وارد هذا الحكي من كلام توصيات منظمة الصحة بس لازم نتذكر أنه أول شيء الإجراء هذا فيه potential for aerosolization يعني يمكن ينشر الإنتان يمكن ينشر الرذاز وبالتالي هاي المريضة مثلا عند استخدم هاي فلو عند هذا المريض هذا مش كورونا ما بيصير تفوت لعنده بهي الطريقة لازم نكون حاطة ال N95 وحاطة ال Precaution كاملا المريض لازم نكون بغرفة عزل سلبي لازم ناخد كل احتياطاتنا هل ممكن ينفع عند بعض المرضى؟ ممكن ينفع عند selected cases ومرة ثانية لا ينفع عند الجميع ينفع عند بعض المرضى خلال ساعة ساعتين لازم نقرر شو صلوحية هذا المريض لاني تكمل معه او اني انتقل للتنبيب ما لازم اخير التنبيب عند هذول المرضى اذا احتاجوا فعنا الطريقة الثانية الطريقة الثانية هل ممكن نستخدمه عن مرضى القصور التنفسي الحاد البنقص الاكسجين نعم يمكن استخدامه بحالات مختارة بعنايه كمان نحن ما عم نحكي عن COPD ولا عم نحكي عن بلمونر ايديمة عن وزمة رئاة مرضى COPD وبلمونر ايديمة هذا العلاج الافضل لالهن ما بيصير انا انتقل للتنبيب الا اذا فشل هذا العلاج اصلا يعني من الخطأ اني انا مريض COPD او مريض وزمة رئاة تحدي قلبيه للمنشأ اني حطهن على التنبيب مباشرة لا لازم اجرب معهم البيباب اعطيهم ادرار اعطيهم موسعات مثلا مرضى COPD اذا تحسنوا تحسنوا اذا لازم كون حذر جدا او معنا اخر الاندكس عالي عندي كتير او ما احط المريض على جهاز التنفس بس بالنسبة لمرضى الاردس والقصور التنفس عموما ذوات الرئاق مثلا اصابات البطن البيباب ممكن يشتغل بس عادة اذا خلال ساعة او ساعتين ما تحسن المريض ما كان كافي ما لازم اخر المريض كتير لانه هذا بياخر التنبيب وبالتالي يعمل الاوتكمم او نتائج اسوأ عن مرضى الاردس هل ممكن نعمم هذا الكلام عند كورونا بايشن عند مرضى كورونا نعم حسب كلام منظمة الصحة مش كلامي كمان لازم نتذكر انه البيباب ما بيعمل وقايا من المفرزات وبالتالي هذا ايربورن بريكوشن لازم استخدم احتياطات الكاملة عن تطبيق عند المرضى وتذكر انه هدول المرضى دانية مثل المرضى الاردس عموما عندهم قصور تنفسي بنقص الاكسجة وبالتالي البيباب ما هو عادة ما بينجح مع هدول المرضى فما لازم اخر التنبيب كتير عن هدول المرضى لو احتاجوا بسبب انه هنن على بايباب طبعا اللي ما بيعرف الموجود بالصورة هو الاسم الاول بالورقة المنشورة اللي حاطه بنفس السلايد لوشيانو قتينوني طبيب عناية ايطالي اظن عمره حاليا بالخمسة وسبعين تقريبا ممكن اعتبره قد فاضر بالنسبة للاردس وبالنسبة للعناية طب العناية والتهوية الالية خصوصا معظم اللي تعلمنا عن الاردس بالسنوات العشرين او تلاتين الماضية بدأ هو ربما هو كامل اوائل الناس اللي نشر عن البرومبوزيشن بالسبعينيات من القرن الماضي بالثمانينيات هو لما دخل السيتي سكان لعلم الممارسة هو كامل اوائل يطبقوا على مرضى الاردس وبالتالي صرنا نفهم اكتر شو بيصير مع مرضى الاردس من خلال السيتي هو اللي اظن اخترع مصطلح من الناس اللي يشتغلوا منيح على البرومبوزيشن باول دراسة كبيرة انتشرت في 2001 رد حاول النشرة في 2009 كان من المشجعين جدا للبرومبوزيشن حتى قبل ما تصدر الدراسة النهائية اللي اثبتت انه فعلا بنقص الوفيات من الناس اللي يشتغلوا منيح على موضوع السترس وسترين وربما في الارتكليز منيح ظهرت بالسنوات الاخيرة عم يحكي عن عن الطاقة اللي والطاقة الميكانيكية اللي بيعطيها جهاز التهوي الى المنفسة او للرئة المنفسة بتعطيها للرئة وبتالي بتسبب الاذية فمن الناس اللي يشتغلوا منيح على موضوع الاذية الرئة المحدثة او المرافقة للمنفسة فلما ان قاتنوني بيقول انه هذا نون تيبيكل فلازم نسدقه صراحة هذا هو المعظم هلا اللي اللي عم يحكوا عن انه الكوفيد او عن الكورونا انه ما هو تيبيكل كله عم يرجع لكلام قاتنوني وفعلا متل مرة ثانية برد بعيد لما قاتنوني بيقول لازم نسمع فعلا شو عم يقول طيب نرجع الاردس الوصفي او تيبيكل اردس ربما التشريح المرضي عبارة الوصفية ربما سمعتوها كتير عن الاردس انه هي هذا الارتكل بالالفين واثنين هي الصورة منه الاردس ببساطة هو نتحة التهابية بتصير بالاسناق حبارة عن سائل غني بالبروتين غني بالانفلميشن عم يعبي الاسناق وبالتالي عم يعملي الشانط وعم يعملي الاذية كلمة ديفيوز الفيرو دامج مميزة الاردس بس ما هي خاصة فيها فكرة في كتير نقاش عن هذا الموضوع كان سابقا انه هل هو فعلا اذا انه ديفيوز الفيرو دامج داد هل هي فقط اير دي اس يبدو في امرات تانية بتعملوه وبالتالي لو انه الكوفيد بيعمل ديفيوز الفيرو دامج ما معناها هذا الكلام انه فعلا هو اير دي اس تيبيكال مثل ما بتعرفو اذا لازمت اير دي اس العسرة التنفسية الحادة عند البالغين اللي هي نقص تتميز بنقص اكسجة شديد مع ارتشاحات رئوية ثنائية الجهة هذا هو الشي المميز بالاصابة حكيت بمحاضرة عرضت مؤخرا عن نقص الاكسجة مع الارتشاحات الثنائية وشوفينا انه في كتير امراض بتسببها اشهرها طبعا هو وزمة رئوة القلبية بتعمل نقص اكسجة وبتعمل ارتشاحات فالممكن ما منشوف ارتشاحات مع نقص اكسجة فهو اي ارتيس هل هذا يعني انه فيه تدبير مختلف تماما على المنفسة التدبير مو مختلف تماما فيه نقاط بتتفق فيها جميع الاصابات لازم نطبقها على المنفسة من ناحية مثلا حجم التهوية المنخفض التفاصيل التانية من حيث اللي هنستعرضها بالمحاضرة ربما تختلف المرض لاخر حسب مميزاته الخاصة بمتلك طبعا ما بيكفي نقول انه نقص اكسجين مع ارتشاحات لحتى نعرف الاردي اس كما تعرفوا فيه تعريف بيرلين اللي هو بالالفين وحداش صدر او الاجتماع صار بالالفين وحداش عطى كرايتيريا حدثوا فيها التعريف السابق اللي كان بالالالالالفين وحداش اللي هو معتمد هلا التوقيت الاصابة شو هي ميزات صورة الصدر ميزوها أكتر مصدر الوزمة ما عادوا حكوا عن ويتج بريشر إذا تذكروا التعريف الصابق كان في ويتج بريشر والأهم منه أنه ما عاد في أكيوت لانج انجيري ما عاد في أذية رياحات صار كله اسمه ERDS لما الPF ريشيو أقل من 300 بيكون اسمه ERDS طبعا فيه مايلد وموديرت وسيفير من 300 إلى 200 من 200 إلى 100 من 100 إلى أقل من 100 اسمه سيفير ثلاث درجات للإصابة كلهم بدهم بيب أعلى من 5 ها تصار اسمه ERDS حسب التعريف الجديد من ميزات بيرلين ديفينيشن إنه فيني أنا حدد شو هو العلاج للأنسب أو شو أنا التداخلات العلاجية الممكنة بناء على شدة الإصابة فكل المرضى حياهدوا Low Tidal Volume إذا تنتبهوا بيتأم المايلد للموديرت للسيفير Tidal Volume Low النون إفيزيف ممكن جربوا عند المايلد وحتى أضيف عليه هون High Flow نيزل كان اللي ممكن جربوا عند المايلد بيحذر مثل ما إلنا Low To Moderate Beep عند المايلد To Moderate High Beep عند الموديرت To Severe كل ما زادت شدة الإصابة كل ما كان ما يبدو بيب أعلى هذا كلام عام جداً طبعاً البرومبوزيشن عند الحالات السيفير بيحذر أقل من مئة وخمسين الـ Neural Muscular Blockade الشالات العضلات اللي هي المسل باراليسيس كمان نعطى بحالات شديدة ممكن Nitric Oxide رغم إنه ما في عليه Evidence High Frequency هلأ هذا سلايد قديم قبل 2013 الإكمو كمان هذا سلايد قبل 2013 بس عموماً أنا ما بقدر جربون أو ما في داعي جربون إذا ما كان في حالة شديدة أصلاً إما الإكمو أو حتى العلاج الثاني لهذا صار عليه حكي بالسنوات السابقة والصراحة مع التابعات ونوصل الـ Evidence فيه هو Extra Corporeal CO2 Removal كان علاج واعد وأظن حيكون له مستقبل بس صراحة فعلاً مع التابعات شو صار فيه معهن ربما أهم كلمة لو بدا نوصف إصابة مرضى الـ ERDS هي إصابة غير متجانسة فيه ثلاث أجزاء من الرئة فيه أجزاء السليمة لو جمعناها مع بعضها بتطلع تلت حجم الرئة هذه بتعادل رئة طفل أو صبي عمره حوالي 6 إلى 7 سنوات وبالتالي هذا من هون إجا من الصلاح الـ Baby Long اللي هو ابتدى عقاتينوني على ما أذكر الجزء الثاني من الرئة هو الجزء الغي قابل للفتح اللي هو الـ Recruitable هو الجزء الثالث اللي هو القابل للفتح اللي هو لو طبق الضغط بيب مثلاً أو غيره أو Recruitment Manover ممكن افتح الأسناخ وبالتالي ممكن خليها تشارك بالتنفس الصناعي مرة ثاني إذن بتنتبهوا على المقطع الطبقي هون الجزء B اللي هو الجزء الثالث العلوي تقريباً الرئة سودة هنا وبالتالي ما فيه ارتشاحات تقريباً معظم الأسناخ سريمة فين يقول عنها الجزء A اللي هو الجزء السفري الرئة بيضة وبالتالي فيه ارتشاحات شديدة فـ Consolidated ما هي Recruitable هلأ الجزء المنتصف هو جزء C هذه الألفولاي اللي هي بتفتح خلال الشهيق خلال Inspiration and Collapse During Expiration بتسكر خلال الزفير هذا الجزء اللي أنا بدي حاول إمنع هي الظاهرة وهذا بالتالي اسمها Recruitable وبالتالي إذا حافظ عليها مفتوحة خلال الشهيق والزفير فأنا عملت لها Recruitment وهذا هو الجزء اللي نلعب عليه بمعظم التداخلات اللي بتحاول تقلل من أذية الرئة وحنستارطها بهذه المحاضرة أذية الأسناخ المنتشرة ستزيد من حجم الشنط ستزيد من Dead Space وهتنقص من مطاورة الرئة نتذكر أنه العلاج التنفسي علاج بالتهوية الآلية ما هو علاج شافي لمرضى ERDS ما هو العلاج النهائي ما هو العلاج السببي بمعنى آخر هو علاج داعم بمعنى آخر نحن بنعمل سبورت للرئة بنعمل سبورت للتنفس للوظائف الحيوية ريثما المرض الأساسي اللي هو سبب الـ ERDS يتحسن فلو نحن عنا ذات الرئة عم نعطي مضادات حيوية لابينما تشتغل والاتهاب اللي عم موجود بالرئة هو يتحسن نحن عم نعطي دعم بجهاز التنفس الصناعي وبالتالي خلال هاي الفترة أضمن البديهيات أنه أنا ما لازم سبب أذية إضافية بجهاز التنفس اللي أنا أحطه للرئة وبالتالي لازم يكون الأذية بحدود الدنيا أو على الأقل معدومة أو بحدود الدنيا لحتى أسمح للرئة أنه تشفى لحتى أقدر قلل من مقدار الأذية الناتجة عن جهاز التنفس الصناعي القول تبعي أو الهدف تبعي أنا ما أحقق غازات طبيعية أنا هدفي حقق تبادل غازي مقبول لاحظوا كلمة مقبول بالأصفر مقبول هون يعني الضغط الجزئي للأكسجين أكثر من خمسة وخمسين اللي هو أليل يعتبر بس عند مرضى ERDS بيقبله الساتيوريشن أنا بيقبله عندهم تسعين طبعاً أمحكي عموماً عن مرضى ERDS عموماً مرة تانية وهيحكي مو بس مو عن الكوفيد عن ERDS عموماً الـ pH أنا بيقبل حتى 7.2 عند هدول المرضى وربما حتى في ناس بتفضل الـ pH الحمضي قليلاً يعني 7.2 7.25 7.30 أفضل من القلاء 7.45 هدول المرضى طبعاً لأسباب حكيناها بمحاضرة القصور التنفسي الحماض بيخف بيحسن من استعمال الأنسجة للأكسجين مثل ما أنا لازم أنا أقلل من الأذية الـ Eatrogenic هي اللي أذية المحدثة بييدنا نحن عم نعملها للرئاخ واللي هي منسميها Ventilator Associated Lung Injury أذية المرافقة للمنفسة أو المحدثة بالمنفسة الفيلي أو الفالي في عليها النقاش واللي تنتج عن شغلتين أساسيات حقيقتهم الـ Over Distention فرض تمدد الأسناخ كل ما عطيت حجم أعلى أو ضغط أعلى حيزيد تمدد الأسناخ وبالتالي حسين في عندي إطلاق لبصائد التهابية وبالتالي أذية الشغلة الثانية هو الانفتاح والانغلاق المتكرر للأسناخ مثل ما أنا في أسناخ فهذه لما بتفتح بالشهيق وبتسكر بالزفية حيصي في قوة شد عليها وبالتالي نفس الشي حيرتفع الضغط على جدر الأسناخ هاي وبالتالي حيعمل لي فيها Inflammation أكثر ويطلق وصائد التهابية إذا بقدر خفف من هالظاهرتين الفرط التهوي الفرط التمدد Lover Distinction والانفتاح والانغلاق المتكرر للأسناخ طيب كيف أنا بقدر قلل من الأذية اللي هي مثل ما أنا استخدمنا Low Tidal Volume اللي هو أربعة على ستة أميل من ال Ideal Body Weight الوزن المثالي أنا هون خففت من Distinction طبعا إذا قللت من الحجم الجاري معنا قللت من Plateau Pressure اللي هو ضغط نهاية الشهيق End Inspiratory Plateau Pressure لازم تقلله أقل من ثلاثين طبعا ثلاثين ما هو الرقم المثالي كلما كان أقل كلما كان أفضل الأذية الثانية هدول طبعا ثلاثين هي وجهان لعملية واحدة تقليل Tidal Volume سيقلل Plateau Pressure بس هي الحدود تبعنا الأذية ال Over Distinction بقدر يتحكم فيها من خلال الحجم والضغط الأذية الثانية هي الفتح والغلق المستمر أو المتكرر للأسناخ لو طبقت مقدار مناسب من ال Beep ممكن أنا أتجنب هذه القوة الشد على جذر الأسناخ وبالتالي يخفف من أذية الانفتاح وانقلاق المتكرر حبيت أفرد سلايد مستقل ورد أرجع أحكي من جديد عن الدراسة الأصلية اللي صدرت عام 2000 عن Low Tidal Volume Ventilation واللي أثبتت أنه بتنقص المورتالي عند مرضى ERDS حتى نحن هلأ بال 2020 أنا بقلكم من المشاهداتي اليومية للأسف في الالتزام بال Ideal Body Weight ماهو جيد الرئة تتغير حجم الرئة بتغير طول المريض وليس بتغير وزن المريض لما بتغير وزن المريض بزيد الشحم شحم البطن بزيد بس ما بزيد حجم الرئة هذو دل المرضى شايفينه بالصف العلوي كانوا نساء أو كانوا رجال نفس حجم الرئة عندهم وبالتالي الحجم اللي عم استخدمه عند المريض اللي وزنه مثلا هون الشاب هذا وزنه 70 كيلو اللي هو عد يسار مثل اللي وزنه 150 كيلو نفس الحجم هاستخدمه أنا باستخدم ال Ideal Body Weight اللي هو الطول القاعدة موجودة بسلايد كفوضوها هذي بالصنتي إذا تستخدم الانش في موجودة قاعدة ثانية بتلاقوها بالإنترنت اللي هي ERDS Native Protocol ما تستخدمه الحجم الوزن الحقيقي استخدمه الوزن المثالي برجع بعيد محمد وأحمد ومحمود وحامد وحمود اللي شايفينهم بالصورة كلهم عندهم نفس حجم الرئة سواء وزنه 70 كيلو أو وزنه 120 كيلو حجم الرئة عندهم نفسه بشوف طولهم وبطبق القاعدة بعرف شو هو ال Ideal Body Weight تبعهم أو ال Predictive Body Weight خلين يكون أدق وعلى أساسه بحسب شو هو الحجم الجاري بضربه بستة فلو هذا اللي 70 كيلو فعلا وزنه المثالي 70 كيلو على فرض فحجم الجاري حيكون 420 كيلو واللي 120 كيلو حيكون وزنه وزنه المثالي 70 وبالتالي الحجم الجاري عنده 420 لو بدي طبق ال Actual Body Weight اللي هو الوزن الحقيقي عنده 120 ضرب ستة بعطيه 720 هذا خطأ ولا يجوز تطبيقه بطب اليوم للأسف أنا عم نشوف كتير تفصيلات وتعقيدات انه نستخدم High Beep و Low Beep وتفصيلات كتير انه Advanced خلين يقول وهي ما هي موضع اتفاق أصلاً في كتير ناس مختلفة عليها بس Low Tider Volume ما حدا بيناقش فيه بس مع ذلك الالتزام فيه مو 100% أنا استعراض الدراسة ما شفت إذا استعراض الدراسة بال2014 بهذه المحاضرة شوفوها 30% من الناس حول العالم بال2014 بعدهم ما بيستخدموا Low Tider Volume عند مرضى ERDS وهذا رقم كبير صراحة مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة الرابعة وعاشرة زيادة شحم البطن لا يزيد من حجم الرئة لازم نستعمل ال Ideal اللي هو بيعتمد على طول المريض وعلى جنسه مثل ما شفتنا فيه قاعدة للرجال وفيه قاعدة للنساء هذا السلايد بيشرح شو هو Share Stress قوة الشد اللي بتصير على جدر الأسناخ غير المتجاورة إذا كانت غير متعادلة بالحجم إذا كان فيه عدم تجانس بالإصابة مثل مرضى ERDS شوفوا الصورة على اليمين والأعلى الشيط طبيعي إنه تكون الرئة إصابتة أو تكون هي أصلا متجانسة فبالتالي الضغط بتوزع بشكل متساوي على الأسناخ لو كان فيه فرق بالحجم بين الأسناخ المتجاورة مثل هذه الصورة على اليمين والأسفل الحجم السنخ الصغير بالأسفل وبالتالي لو طبق الضغط 30 من الأعلى هو منعتبره بلاتو بريشر وبالتالي نحنا بقول 30 هو آمن نوعا ما هيكون القوة الشدة اللي على جدار الأسناخ هي بتوصل ل140 يعني الضغط الـ حيكون 140 شوفوا القاعدة القاعدة الرياضية طبقوها شوية معقدة بس اذا كنت انا مفكر اني انا عم طبق 30 وبالتالي هذا safe ventilation مثلا اللي عم يصير جوه الريئة بسبب عدم تجانسة الإصابة انه عم يصير في عندي زياد بشدة الضغط المطبقة اسمه للإصابة للأذية وبالتالي الضغط اللي عم يكون تحت اللي ما عم سجله انا حيكون 140 و140 فعلا عالي جدا جدا وحيزيد شدة الإصابة الموجودة فانا لو ادرت بتطبيقات معينة قلل من عدم تجانس الإصابة بين الأسناخ انا بكون خففت من أذية الرئة اذا اللي حتى حافظ على الرئة السريمة او حاول ام اعمل استراتيجيات حماية الرئة انا لازم امنع فرط الأذية ولازم امنع الانغلاق وبالتالي بحافظ على الأسناخ بوضع معتدل وبخفف من أطلاق الوسائط الالتهابية الناتجة عن التنفذ الصناعي برجع بذكر بالدراسة اللي صدرت الار دي اس نتورك اللي هي صدرت 2000 و 2000 بالنيو انجلند شوفوا الرابط تحت هاي الدراسة اثبتت انه التهوية بمقدار 12 ام البركيجي بيزيد من اذية الرئة بمقدار 9% مقارنة بال6 ام ال 6 ام البركيجي من ال بادي ويت بهاي الدراسة استعملوا 6 ام ال تايدر ال البلاتو بريشر كان اقل من 28 الى 30 ازا قدرنا نحقيق هذا الشي فهو اقل ما يمكن فعله لمريض ار دي اس او حتى مريض اي مريض اذية رئة على المنفسة بما فيهم الكوبيد بالمناسبة بنصح الزملاء انه يحملوا هذا الملف البي دي اف ملف اسمه ار دي اس نيت بروتوكول موجود على جوجل بس كتوب على جوجل ار دي اس نيت بروتوكول حيطلع لك ملف من صفحتين هو بروتوكول اي ار دي اس انت اا ما فيه نقاط عمليه شو مثلا هون انا شايف طول طول الطايدرفوليوم عم يحسبوه بالإنش مثلا الطول بالإنش اا جدول البي بحن احكي عنه لاحقا اا كيف تدبر البلاتو بريشر بالسلايد البعض كيف تدبر سي او تو اا حتى الاس بي تي كيف تتبع وطبعه عند هتول المرضى لابد ان هذا البرتوكول كل طبيب بيشتغل على جهاز تنفس. لازم يعرفه شو هو. هادي هي الصفحة التانية من البروتوكول تبع ايه ريس نيت. آآ بيحكوا فيه عن سي او تو مانجمنت عن ال آآ آآ الوينينج عن الاس بيتي آآ يفضل قراءتها. السؤال عن البيب المثالي الاوبتيمال بيب. ما حدا بيعرف جواب هذا السؤال بشكل قاطع من خمستاشر سنة واكتر ربما في دراسات كتير عن هذا الموضوع. ما في شي ايجابي قاطع بتشفيه غليل انه فعلا هي الطريقة الامثل. جربنا كتير. في عنا آآ 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 جاوبت عن هذا السؤال بس ما في دراسة مفردة. قالت انه لأ هذه هي افضل طريقة. البيب المثالي هو البيب اللي بيمنع آآ آآ انغلاق الاسناخ بيمنع بيمنع الدي ريكوتمنت. وبنفس الوقت ما بيتسبب بفرض التمدد للاسناخ المجاورة. آآ شو اللي بيحدد انه البيب اللي حم اعطيه هو بيب ضار او بيب نافع آآ هو الريكروتابيريتي. اذا كانت الريئة غير قابلة للتجنيد غير قابل للريكروتابل. البيب اللي عم طبقه هو عم يعمل أوفر دستنشن للاسناخ السليمي وبالتالي هو تأثير ضار. لو كانت الريئة فالبيب العالي حم طبقه عم يعمل ريكروتابل آآ آآ ريكروتابل للازاء المريضة من الرئة وبتادي تأثير مفيد. كيف ادي اعرف انه هلأ الريئة recruitable أو لا حتى هذا السؤال للأسف موسهل إجابته الطريقة الأشهر عالميا لتحديد optimal P بالبيب المثالي هي طريقة كلما كان الإفاية 2 المطلوب أعلى كلما كان لازم البيب أعلى المقاربة بسيطة إذا كان الإفاية 2 أعلى معناتها الإذية أشد فكلما كان الإذية أشد معناتها كان المطلوب البيب المطلوب أعلى مثل ما شفنا ببيرلين تيبل هذه الطريقة لها وعليها نعقشناها محاضرة optimal P هذه الدراسة من الدراسات الحلوة أو هي secondary analysis تحليل ثانوي لمرضى LOVES والإكس بريس هذول الدراستين بال2018 واحدة فرنسية والثانية كندية أسترالية سعودية كلاهم أقارن high P مع low P بتفاصيل مختلفة بتلاقوها بالدراستين ما أثلوا يثبتوا أنه high P أحسن من low P المرضى RDS بهذا التحليل الراجع أو secondary analysis لاحظوا أو قرر أو قدروا يوصلوا لخلاصة أنه إذا زادت الأكسج زاد P O 2 اللي عم نحكي على غازات دم تعمل غازات قاعدية يعني baseline وبترفع البيب وبتشوف الغازات بعد رفع البيب إذا زادت المقدار 25 على ما أذكر هذا هو الرقم كان فمعناته البيب اللي عم طبقه هذا بيب مفيد إذا ما زادت فهو ضار أو غير مفيد منذكر أنه one size does not fit all أنا هاي طراحة طريقة الأفضل بهذه المرضى مو كل المرضى اللي بحالة نقص أكسج لازم حط لهم هاي بيب أنا لازم شوف المقدار الأنسب لكل مريض عموماً كل ما زادت نقص الأكسج كل ما كان لازم استعمل بيب عالي طبعاً نحن ما جبت سيرة الزيب ما جبت سيرة البيب صفر من الأخطاء الفادحة أن يستخدم بيب صفر عند مريض ERDS وما أظن هالبراكتس موجودة أبداً ربما بالعالم كله وحتى بسوريا قبل 2010 لما أظن كنا نسمع بمرضى نحطه على بيب صفر بس أظن فصار عدة دورات تدريبية وتعليمية ومحاضرات فما أظن حدا بسوريا كلها هلا حالياً بيستخدم بيب صفر لمريض ERDS إلا إذا بيكون دقة أديمة جداً 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 وما راضي يقتنع أن العلم تغير من المقاربات المفيدة عن مرض ERDS التهوية بوضعية الإطجاع البطني أنه نقلب المريض على بطنه ناقشتها بمحاضرتين مستقلتين واحدة ناقشت فيها المبدأ الفيزيولوجي والتاني ناقشت فيه توصيات منظمة الصحة وتوصيات السبسس يعتبروا أنه هدول المرضى الكوبيد مثل مرضى ERDS النموذجيين وبالتالي عمين صحوق البرون فينتيليشن طبعاً قاتلينيون عنده رأي تاني هنشوف المحاضرة الجاية ليش البرون فينتيليشن بيفيد مرضى ERDS هشوف ها بسلايد التاني ليش البرون بيحسن المورتالي عند مرضى ERDS بسلايد واحد هحاول أشرحها سريعاً إذا بتشوف الصورة الجزء العلوي مريضين نايمين على ظهرهم اليسار شخص طبيعي ما عنده أذية بالرئة واللي اليمين هو شخص معه ERDS لاحظوا أن المريض ERDS الأزاء السفلية من الرئة اللي هي بضعية الاطجاع هي من منطقة الظهر منخمصة بسبب ثقة شدة الإصابة ثقة للقلب ثقة التجانس للإصابة إذا بتلاحظوا الإصابة غير متجانسة بينما الشخص السليم نوعاً ما أقرب للتجانس لما بعمل تأثير عند الشخص السليم موجود بس بيظهر أوضح عند الشخص المصاب ERDS لاحظوا أنه الأسلاك اللي كانت من تحت صارت من فوقه بالتالي فتحت اللي كانت فوق صارت تحت سكلت أو ما سكلت كثير سكلت شوي السبب أنه أهم نقطة أنه كمية الرئاء الموجودة بالمنطقة الظهرية أكبر من كمية الرئاء الموجودة بالمنطقة البطنية فبالتالي أنا لما بقلب الميضة على بطنه أنا عم حاول عم أكسب جزء كبير من الرئاء عم حاول يخليه مفتوح وبالتالي حجم الرئاء اللي قابل التهوي يزاد خف بدل ما كنت أنا موزع الأربعمية على تلت الرئاء أنا صرت وزع الأربعمية على نصر الرئاء هلأ تقريبا فهذا هو سبب أنه بخفف من المرتالي أو بنائس المرتالي عن المرضى ال RDS طبعا البرون فيه إلو تفاصيل كتير هل ممكن نقدر نطبع عن كل المرضى لاحظوا أنه لو طفل صغير ما في أسهم أن يحطوا على برون بشخص واحد ممكن يكون بها المهمة بس على فرد أنه شخص وزن 150 كيلو أو 200 كيلو هل قابل للبرون هل فلان قابل قد يظن معظم الناس أنه لا ما نقابل رغم أنه هدول المرضى البدينين بالذات أنه أكتر ماس ممكن يستفيد على البرون لأنه أحشاء البطن عم تضغط على الرئة بشكل كبير بالأطجاع الظهري لو حضناهم برون بيتحسن أكبر بكتير والأكسجة عندهم بتتحسن بشكل واضح واللي جرب وطبق بيعرف هذا الشي هاي دراسة فرنسية أظهرت أنه كانت هي بس قابلية تطبيق البرون طبقوها عن مرضى بدينين والاختلاطات كانت محدودة طبعا بحتاج لخبرة والخبرة لا تكتسب إلا بالممارسة أنا أحد العوائق بأحد المراكز التي تتغل فيها كانت تجاه البرون أنه نحن مقتنعين أنه موجود أنه فعلا بين أس مورتاليتي جزء من الأطباء بس بما أنه ما عندنا خبرة ما سنطبقو طيب لو ما طبقتو موضوع التمريض الأهم بموضوع البرون كيف نحن نحافظ على طريق الهوائي نحافظ على التيوب نحافظ على central لأنه بالبرون ممكن ينشال قرحات الاتجاعة الناتجة عن البرون تخففها قدر الإمكان أنا لو ما طبقت البرون عند المرضى ما حقدر إكتسب خبرة فطول ما أنا عم قول لا ما عندي خبرة في بحياتي ما حسن عند في خبرة المص هي الشالات العضلات سيس أتراكوريوم بالألفين وعشرة دراسة الشهيرة تبع زنبابازيان الفرنسي قالت إنه بنقص مرتلتي لو استخنامها عند مرضى الير دي ايس أول 48 ساعة كانت دراسة وحيدة المركز كان بتقول استعمال روتيني بالمناسبة في عليها كان انتقادات كتير بعدين طلعت الدراسة الجديدة بالألفين والتساطاعش أظن الروز تريال اللي كانت مولتي سينتر وقالت لا ما بنائس الموتائتي خلاصة أنا مو معنا ما بطبق البراليس لنه دول المرضى لا بطبقه إذا كان في نقص اكسلجل شديد فرث كربا مية شديد مع مقدر يتحكم اتمنى اني انا كنت موفق بعرض معظم النقاط في تدبير مرضى اليرديس على جهاز تنفذ الصناعي بيبقى موضوع الاعدادات البدئية لأي مريض تنفذ الصناعي في محاضرة مستقلة موجودة كيف نضبط الفلو كيف نضبط التريجر هاي كلها موجودة بالاختيار المود المناسب بالمناسب ما في افضلية المود على مود المود المناسب والمود اللي بتعرف موجودة بمحاضرة ممكن تستعرضوها اذا بتحبوا هيك المحاضرة الجاي هحاول استعرض بشكل مختصر او مبسط شو هي النقاط اللي ممكن يختلف فيها عن مرضى الكوبيد عن مرضى اليرديس النموذجي والسلام عليكم